مصادر التعلم الوحدة الثامنة شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للتعلم الجزء الأول مميزات شبكات التواصل الاجتماعي يمكن ذكر مميزات شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للتعلم كما يأتي أولاً، توفير فرص التعلم التعاوني والتشاركي بين الطلاب ثانياً، تبادل الأفكار والآراء حول المواضيع التعليمية ثالثاً، سهولة تبادل المعلومات والملفات ومشاركتها رابعاً، مشاركة المحتوى والتدريبات والأمثلة والخبرات التعليمية المختلفة عيوب شبكات التواصل الاجتماعي يمكن ذكر عيوب شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للتعلم كما يأتي لا شك أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الحديثة وخاصة بعد التوسع في دمج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الأنشطة التعليمية المختلفة ولكن بالرغم من خصائص ومميزات هذه الشبكات وما أجادت به من نبع فياض يثري عملية التعلم إلا أن لها من العيوب والسلبيات ما يمثل تهديداً حقيقياً يجب أن يأخذ بالاعتبار وفيما يأتي بعض من هذه العيوب خامساً توفر إنشاء مجتمعات التعلم المهنية سادساً تنمية الفكر الناقض من خلال المناقشات وعرض الأفكار وطرح الحلول وتقييم المشاركات سابعاً وسيلة فعالة من حيث القيمة والتكلفة والوصول والإتاحة والأدوات والخصائص ثامناً توافر نمطي المناقشات والتفاعلات المتزامنة وغير المتزامنة تاسعاً توفر معظم شبكات التواصل الاجتماعي تشفيراً آمناً لتبادل المعلومات بين المشاركين عاشراً إتاحة الوصول إلى مختلف أشكال المحتوى مقروء، مسموع، مرئي والذي يساعد على توسيع مجال الدراسة أحد عشر توفر فرصاً متعددة لتحسين أساليب التعلم من خلال أدوات دمج الوسائط للتفاعل والمشاركة إثنى عشر تتمتع بالقدرة على توسيع منظور المتعلم حول مواضيع مختلفة وتوفير محتوى فورياً جديداً ثلاثة عشر توفير الفرص لإشراك الخبراء لتقديم إجابات واستفسارات حول الموضوعات التي قد يحتاج الطالب إلى مساعدة فيها أربعة عشر إمكانية دمج شبكات التواصل الاجتماعي في الأنشطة التعليمية المختلفة خارج الصف الدراسي خمسة عشر تعد مصدراً غنياً بالمعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المعلم لدعم المحتوى التعليمي ستة عشر توفر أدوات تواصل أكثر سلاسة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور إدمان شبكات التواصل الاجتماعي يستخدم الشباب شبكات التواصل الاجتماعي لفترة غير خاضعة للرقابة ولا يستطيعون منع أنفسهم من استخدامها وحتى يصبحوا مدمنين عليها بطريقة لا واعية هذا الإدمان قد يؤدي إلى أثار سلبية عميقة على صحتهم العقلية والبدنية وتشتيت انتباههم فضلاً عن تأثيره على التركيز المرتبط بالدراسة التأثير السلبي على التنشئة الاجتماعية بعض الأحيان ينغمس المستخدم في شبكات التواصل الاجتماعي لدرجة أنه ينسى أي شيء آخر في العالم المحيط ويعزل نفسه هذا الفعل من العزلة الذاتية يؤثر سلباً على علاقته بأفراد أسرته وأقاربه ومجتمعه يمكن أن تؤدي إلى التنمر الإلكتروني يعد التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت تهديداً كبيراً ومتزايداً في المجتمع الحديث ويعتبر جريمة إلكترونية يمكن أن تعمل شبكات التواصل الاجتماعي كأرض خصبة مشتركة للأشخاص الذين يتورطون في فعل هذا التنمر وجود المحتوى غير اللائق توفر هذه الشبكات حرية التعبير للجميع ولكن في كثير من الأحيان يمكن أن تكون حرية التعبير ضارة أصبحنا نجد كماً كبيراً من المحتوى المتاح على شبكات التواصل ليس مناسباً على الإطلاق وقد يتجاوز الحدود الأخلاقية وهو أمر غير مناسب لأي طالب يراه يمكن أن تسبب مخاوف صحية للطلاب الاستخدام المكثف والمفرط لهذه الشبكات قد يؤدي إلى إعاقة الاستقرار العقلي للطلاب فضلاً عن جعل الطلاب كسالة لعدم ممارسة أي أنشطة بدنية ويلاحظ أيضاً أنه في كثير من الحالات يبدأ الطلاب في التضحية بنومهم ويصابون بنوبات كبيرة من الطرابات النوم إهدار وقت الطلاب غالباً ما يقضي المتعلمون أوقاتاً كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي في المشاركات والتعليقات والمشاهدات صباحاً ومساءً مما يتسبب في إهدار وضياع الوقت ومن ثم التأثير على عملية التعلم إنخفاض معدل الإنتاجية استمرار الطلاب في الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي الدائم حتى أثناء الدراسة يؤثر على معدل الإنتاجية وكذلك على نواتج التعلم المرغوب تحقيقها يقلل من مهارات الاتصال وجهاً لوجه الاعتماد في التواصل على لوحة مفاتيح الحاسب الآلي أو الجوال يمكن أن يضر بقدرة الشخص على إجراء محادثة وجهاً لوجه نظراً لافتقاره مهارة التحدث والتفاعل المباشر مع الآخرين من خلال استعراض عيوب وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للتعلم تتضح لنا الرؤية حول كيفية معالجة هذه العيوب والتي قد تؤثر سلباً على الجوانب الصحية والعقلية والنفسية والاجتماعية للمتعلم ومن ثم يجب على المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور متابعة أبنائهم لضمان الاستخدام الرشيد لهذه التقنية وتوجيهها إلى المسار السليم الذي يحقق الأهداف المنشودة منها